بسم الله والصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بالجميع ان شاء الله الجميع يكون بالفخين كما عكم تشوفوا اليوم سوف نشوفوا خطوات اللي عملتها هاد الحاشية و هاد الحواف القرشي بزيف شباب سهل بسيط يعني تم تم يطلعوا تم تم يوجد هنزينو بهم بزيف حواج للمهتمات بجهاز العروس هذا هو العامل تانها اليوم ان شاء الله يا ربي العامل تانها اليوم حين الاعجابكم احبتي في الله ما تنسفش اللايك للفيديو و كده لا مش مشترك اشتركي في القناة و دائما نحب نصلي على الحبيب المصطفى علي افضل الصلاة والسلام نبدو خطوات العامل تانها اليوم نبدو بسم الله نبدو بسم الله عندي كوشياكم تمانية والخير اي نوع عقدة البداية هكذا نتفاطم السلاسل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تلاتة نكفل في اول غوزة في منذ ذلك احنا تفاصل السلاة واحدة و هندخل داخل هذه الضائعة احنا نعمل سبع غوز حشو واحدة اثنان تلاتة سبع غوزة اخر خمسة ستة سبع سبع غوز حشو احنا تفع ثلاثة 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 عمود سلسلة واحدة ستكون المسافة بين الامضة اللفلفة واحدة نجل غوزة الثانية نعمل عمود سلسلة وغوزة عمود سلسلة ونفس الشيء مع جميع مع بقية الغاز جميع الغاز المتبقية سلسلة 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 نطف هنا ثلاثة 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 عمود واحد ثلاثة 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 نفس الشيء مع بقية الغاز نقطف ثلاثة 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 ترجمة نانسي قنقر نضع ثلاثة غرصة ثاني سطر نضع سلسلة هنا نقلب العمل نضع الأول بغرزة حشو نضع سلسلة واحدة ونعمل أبعث أعميدة واحد اثنان ثلاثة أبعى سلسلة واحدة وفي نفس الفراغ نضع غرزة حشو هكذا نفس الشيء مع جميع الفراغ ندخلو غوزة حشو نتفعو سلسلة في نفس الفرع اربعة اميدة واحد اثنين تلاتة اربعة سلسلة في نفس الفرع غوزة حشو نفس الشي غوزة حشو سلسلة اربعة اميدة تنين اكم تشوفو كيف هاني نخدم في العمود التاعي لفلفة ونعملو عمود بلفتين في العمل هكذا تالت عمود رابع عمود سلسلة في نفس الفرع عمود احوووصل وصلت العمل حتى للفرع الاخير كما كنت لاحظو هذا هو العمل الثاني احنا نتفعو ست سلاسل واحد تنين تلاتة ابعى خمسة ستة احنا نقلب العمل احنا اتي واحد تنين تلاتة في تالت غوزة انا ولا تالت عمود احنا نعملو غوزة حشو هكذا نتفعو ست سلاسل عفوا نتفع غوزة واحدة ونقلب العمل ندخل الى هنا نعدو ست سلاسل ونعمل سبع غوزة واحد تنين تلاتة ابعى خمسة ستة سبع عملنا سبع غوزة حشو نتفعو تلت سلاسل واحد تنين تلاتة يطبع عمود وست سلاسل واحدة المسافة نفس الشيء احنا وهنا في هذا السطح احنا نعملو غوزة عمود وبين كل عمود وعمود سلسلة واحدة كما عاكم تشوفوا نعملو غوزة حشو الآن نتفعو ست سلاسل واحد تنين تلاتة عمود واحد تنين تلاتة هتكون دل مسافة بين الامضة لفلفة وهنا نفس الشيء كذلك فكل عمود هيكون عمود وبين كل عمود وعمود هيكون تلات سلاسل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نطفع سلسلة واحدة نقلب العمل ندخل الأول فراخ بغوزة حشو سلسلة واحنا نعمل أربعة عمودة واحد تنين تلاتة أربعة سلسلة وفي نفس الفراخ بغوزة حشو نفس الخطوات في جميع الفراغات لنغوزة حشو سلسلة أبعة عمودة وصلت العمل كما عاكم تشوفو نفس العمل اللي هنا كمنا به هنا لنغوزة حشو سلسلة أبعة عمودة وصلت العمل كما عاكم تشوفو نفس العمل اللي هنا كمنا به هنا الآن نطفع سلسلة واحد تنين تلاتة هبعة خمسة ستة ونقلب العمل واحد تلاتة في تالت عوزة نعمل غوزة حشو هكذا نطفع سلسلة ونقلب العمل سبع غوز حشو واحد تنين ثلاثة أبعة خمسة ستة عنا سبع غوز نطفعوا هنا ثلاث سلاسل وسلسلة المسافة نقلب العمل في تاني غوزة نعمل عمود نعمل هذا العمل حتى نصل إلى هذه الفراغات حتى نصل إلى هذا السطر واحد اثنين وصلت العمل إلى هذا السطر كنوصل إلى هذا السطر نربط هذا الموتيف مع هذا الموتيف إن نعمل غوزة نعمل ثلاثة موتيفة نعمل نعمل ثلاثة ونقلب تفاصيل سلاسة ونعمل أربعة أعميدة اتنين تلاتة اربعة سلسلة وفي نفس الفرع عندنا وارزة حشب راح اواصل واصلت العمل نفتح عامل اخر نقلب العمل ثلاثة 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 نقلب العمل نقلب العمل نقلب العمل سبع راز حشب اواصل حتى اصل هذا السطر نفس العمل واصلت العمل احنا نربط هذا الموتيف مع الشريط هذا الموتيف هذا اللي هنا المقابل واحد اتنين تلاتة وارزة حشب وحو نواصل بنفس الخطوات نكمل العامل تانى بنفس الطريقة حيث تكون عندنا شريط جدا جميل نقلب العمل وننسى وش نبطه الموتيفات مع بعض انا كل واحدة والمقاس اللي حباتو واصلوا بهات الخطوات ان شاء الله الشرح كان وافي يعني ومفيد ساوال وصلت قليلة من العمل كما راكم تشوفو هذا هو العمل تانى تانى اليوم ياب بيكون الشرح كان واضحا معاكم معا لي اغانتكم في عائل الله وحبته السلام عليكم وحمد الله يطرق وبالكاتشو